نظريتي كانت وما زالت وستظل ان الكرة دايما للمتعة سواء كنت تلعبها او كنت بتتفرج عليها انت منتظر دايما تستمتع بالكرة وده اللي نتمنى الحقيقة نشوفه النهاردة الفوز والمكسب اعتقد انه مش محل نقاش واعتقد انه ممكن تكون اسهل مطشاط الاهلي في مرحلة دور المجموعات لكن بالتأكيد الناس النهاردة مستنية 90 دقيقة بتاعت الاهلي ومدامة مستنية تشوف حاجات كتير باذن الله بجانب المكسب خليني اسمع رأي سعيد في القصة دي ايه الاهداف اللي اعتقد او الجمهور الاهلي مستني من كولر ومن لعبته النهاردة انها تتحقق في مواجهة مديامة في بداية مشواره وفي دور المجموعات طبعا كابتن في البداية الجمهور الاهلي منتظر تصويب الصورة اللي كان عليها الاهلي في بداية الموسم بعد خسارة بوطلطين بنعتبر دي نقطة بداية جديدة انطلاقة جديدة مهم اول انت تتجاوز الجانب المعنوي اللي اثر على الرأي العام فترة ما فبالتأكيد مطلوب ان احنا نقدم مباراة قوية مش بس على مستوى النتيجة لا على مستوى الاداء استعادة الثقة من جديد ازالة الشكوك اللي ممكن حصرة البعض فده مهم جدا جدا انها تكون انطلاقة النهاردة وخلينا اقول ان احنا انطلاقة كولر الحقيقية كانت امام الاتحاد المنستيري في دور ابطال افريقيا في النهاردة برضو بيعود من جديد تكون انطلاقته لهذا الموسم وانا بشوف ان موسم 2024 مازال لم يبدأ بعد لمارسل كولر لانه في اطار تشكيل اهلي جديد وتشكيل اهلي جديد ده بمعنى ان فيه عناصر جديدة وصلت وفيه عناصر مهمة خرجت مش مجرد بس عنصر خرج عنصر لكنه اثر كتير على تكتك وشكل الفريق فبالتالي ده بيتطلب منه بعض الوقت عشان يتوصل للشكل الجديد واللي محتاج بعض الصبر يعني مش الان خالص على الاهلي وصل جدا ان بعد شوية هيصل لشكل جديد لأفكار جديدة يقدر من خلالها يصيغ اهلي قوي جدا اهلي عنده تحدي جديد هذا الموسم فكرة انك تكون بتسعى لان تكون اول نادي في تاريخ افريقيا ويحقق تلاتة دور ابطال متتالية اعتقد ده قدر الاهلي انه طوال الوقت كل ما نقول ان احنا حقانا انجاز يظهر انجاز جديد فبالتالي اعتقد عنا على الانجاز عنا على التطور عنا على الاداء فان شاء الله يكون ده متحقق بشكل كبير وصولك اساسا لنهائي بطولة السنة دي انجاز بيحصل اول مرة في التاريخ مفيش حتى الاهلي قبل كده اعظم اول ريكورد مسجل باسم النادي الاهلي اربعة نهائي على التوالي فبالتالي وصولهم للنهائي في حد ذاته وده يخلق بتهالي واحدة من الحاجات المخترض انه ده احساسي انه احنا نشتغل عليها اكتر من البدني والفني والمهاري والتيكتيكي هي الناحية النفسية يعني هل بشوف انه شغل كلر مع العناصر اللي موجودة عنده كنت بقول في بداية الحلقة انه سقف توقعات الجمهور السنة دي كان اعلى بكتير من السنة اللي فات السنة دي السنة اللي فاتت كان مدير فني لسه احنا بنكتشف وهو بيكتشفنا هو بيكتشف لعبته بيكتشف طبيعة المنافسة احنا عدنا المرحلة دي بنجاح مبهر صحيح السنة اللي فاتت زودنا سكوات بتاعنا بصفقتين انا اعتقد ان كل الجمهور شايفين انهم ليهم تأثير كبير جدا امام وردى سليم حتى رغم بتاعاده واصابته وعشان كده سقف توقعاتنا وطموحاتنا كان اعلى انه الاهل السنة دي احلى انه الاهل السنة دي اقوى السنة دي امتع لكن البدايات شوية عملت رابكة صحيح لغبطت شوية الحسابات صحيح طيب خلينا اقولك يا كابتن ليه حصل الربكة دي بالتحديث في بداية الموسم يمكن انا بشوف اهم نقطة اثرت في شكل الاهلي خروج حمدي فاتحي وفي حد هيقول لي طب هو حمدي فاتحي مهم لهذه الدرجة ان الاهل يقف عليه طب ما احنا جبنا امام عشور اللاعب صاحب الامكانيات الاعلى طب هنا في اشكالية دي من بتظهر لنا هو هل امام عشور اعلى من حمدي فاتحي وهل هو قادر اعود حمدي فاتحي ولا لا هل هي جوز مقارنة بين امام وحمدي لا هنا بقى اللي عايزة بتضحه هنا في اختلاف في طبيعة الادوار اللي بيقوم بيها حمدي فاتحي عن امام عشور امام عشور لاعب بيلعب اكتر بالكرب من منتصف الملعب عملية الاستحواز وتطوير الاداء عملية صناعة الفرص مهم جدا ان هو ينزل ويطلع بالكرة تحت الضغط ما فيش حد زي امام عشور في مصر قادر يخرج بالكرة تحت الضغط لاعب عنده حل في مساحات ديئة جدا قادر يخلق فرص قادر يوصلك للمرمى قادر يعمل جبهة قوية في اي جبهة يميل فيها سواء الجيهة اليوصر او اليومنا هتلاقيه بشكل خطورة ويقدر يوصلك للجول فحين ان حمدي فاتحي كان دوره قاصر على انه ازاي يهاجم المساحات ازاي في وقت معين بنجمع اللعب فحمدي يدخل في المساحة الفاضية اللي سجلنا منها كتير هنا امام عشور مش جاي عشان يعمل دي طيب مفترض يحصل ايه مفترض انه بيكون في حد بيعوض يعوض حمدي فاتحي في الفكرة دي او تستعين بافقار اخرى عشان كده بيقول له حضرتك كولر في اطار تشكيل اهل جديد بيبحث عن افقار جديدة علشان يقدر يخلق حلول اخرى ربما عمر السولية تعوض تسمح لي اقف معك في المساحة دي وهربوا الداب اللي قلته في مقدمة الحلقة النهاردة وانا بتفرج على السيتي حد يقدر يختلف على انه لو كلمت على اخطر مهاجم صندوق النهاردة على مستوى العالم احد ممكن يختلف انه قلت لك هلند واحد يا سيدي من افضل تلاتة مش قولك نمرة واحد صحيح من افضل تلاتة لا ارقب واحد طبعا لكن رغم امتلاكك لهلند لكن دايما وانت بتفرجع على السيتي بتحس انه مصادر الخطورة جاية من حياتك كتير جدا جاية من برناردو سيلفا جاية من فيل فودن جاية من دوكو جاية من اكي صحيح يعني جاية من ووكر جاية من رودري كل دول قادرين في اي وقت يخلقوا الخطورة لما باجي قرر الكواليتي انت عندك على مستوى الكواليتي في الاهلي احسن لعيبها في افريقيا صحيح كل خطوط شنبي في حراس مرمى منعم في خط الظهر علي معلول ديانج امام صحيح شحات عبدالقادر وعندك طول الوقت قدرة شرائية ان انت تدخل عناصر جديدة ومع تنوع واختلاف البروفايلات صحيح لما اجي اقولك مثلا في اجناعة الاهلي الشحات بروفايل يختلف عن عبدالقادر يختلف عن رضا يختلف عن بيرسي كل واحد دي الحتة اللي بيتميزه صحيح حتى سلسي الهجومي الاهلي كهرباء وصلاح حتى هما ممكن يكون مش في افضل احوالهم او مطلعوش افضل ما عندهم لغاية داتي لكن دايما ما تحسش بالخطورة او دايما مفتقدين حتة الفعالية بتاعت المفاتيح لعب النادي الاهلي خلينا جواب عليك استاذ احمد في النقطة دي يعني في النقطة طين النقطة الاولى ان انا بشوف كولر ومن قبله فايلر ومن قبله موسيماني مظلومين طول الوقت لانهم تحت ضغط غير عادي بمعنى ان قبل ما تخلص بطولة انت مطلوب منك البطولة التانية مفيش هامش للتجريب عندنا في مصر مفيش هامش انك تبحث عن نمط واسلوب لعب وستراتيجية من تقدر من خلالها ان انت بعد 6 شهور سنة تصل للشكل اللي انت بتقول عليه من خلاله اي ادوات تدخل داخل المكنة تقدر تشتغل بالسيستم اللي عادتك بتكلم عليه ففكرة الضغط اللي احنا نتعرض ليه طول الوقت خلق ده يعني خلينا اقول يعني العيبة وجهاز وادارة طول الوقت العيبة وجهاز وادارة بالظبط طول الوقت ضغط الجمهور ممكن يبقى ليه من وجهة نظر تأثير سلبي بالظبط يبقى ليه تأثير سلبي انك طوال الوقت مطالب تكسب بس يعني بغض النظر عن انت ممكن تبني استراتيجية لعب تبدأ يعني في تعليم تعليقاته قال لو انت عايزين تكسب على طول ده موجود في البليستيشر مش في الكرة فلما حضرتك ده ربط مثال بجوارديولا لما تبص على المواسم الاولى لجوارديولا هو تعب قدي ايه علشان يوصل للشكل ده خسر قدي ايه خد وقت يعني عايز اقول ان مثلا لعب زي ستونز عشان يوصل لدول المركب والمعقد قلب يدفاع بيقوم بأدوار محور ارتكاز ثم يتحول لمهاجم في التلت الاخير ده ستونز قال انا عدت سنتين عشان اصل للمرحلة دي خلال السنتين اقدر اجمع لك اوستاذ احمد كم من الاخطاء تسببت في استعبال اهداف كم من الاخطاء تسببت في خساير مش هيتحملها جمهور الاهلي لو مرسل كلنا النهار ده قال انا هغير طهر محمد طهر مش هلعبه وينج ولا سترايكر انا هلعبه تمانية وعايز اقول لك حضرتك حاجة في خلال حديثي مع محلل الاهداء نادي المؤمنين العرب قال لي طهر في مركز تمانية اي بحاجة عامدة جدا لانه عنده مشاكل في نوايات معينة فهيقدر يعمل دي لكن انا لما فكرت فيها كلنا ما عندوش مساحة ولا غيره انه يجرب افكار مجنونة جواردول عنده مساحة طول الوقت انه يجرب ادارة سمحرس المرمى سترايكر لانه عنده فيه ناس متقبلة ده